سرق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الأضواء من منافسيه بإعلانه الانسحاب من المناظرة التلفزيونية التي ستقام في ولاية آيوا وقد علل ترامب قراره بما وصفه بالمعاملة غير العادلة التي تلقاها من شبكة فوكس نيوز التي تستطيف المناظرة هل تستطيعون أن تصدقوا أننا أجرينا ست مناظرات حتى الآن؟ لم أعتد هذا الأمر من قبل فأنا أصنع الوظائف وأعقد اتفاقات وأبني المباني وغير ذلك حول العالم اعتليت منصة المناظرة وكان كل شيء على ما يرام سألني أحدهم سؤالا غير عادل بالمرة لكنني أرفض التحدث بهذا الشأن ترامب اختار حضور تجمع يبعد ميلين عن مكان المناظرة ويتزامن معها لجمع تبرعات للمحاربين القدامى انسحاب ترامب رأى فيه المرشحون الجمهوري للآخرون فرصة لا تفوت لمهاجمته السانتر تاد كروز عبر عن دهشته من قرار ترامب قائلا إن ذلك أشبه بالتقديم على وظيفة وعدم حضور المقابلة إنه تصريح مدهش بالنسبة لمرشح رئاسي يقول إنه لن يحضر المناظرة هذه العملية مثل مقابلة عمل تصور لو أنك نشرت إعلانا لوظيفة واتصل بك أحدهم قائلا إنه يرغب فيها لكنه لن يحضر المقابلة فماذا ستقول له أنت مطرود؟ النقد لترامب لم يكتصر على الجمهوريين فالمرشح الديمقراطي بيرني ساندرز اتهمه باستخدام لغة تتسم بالعنصرية والتعصب دعوني أعطيكم مثلا عن بعض آراء دونالد ترامب هالأمر لا يتعلق فقط بخطابه العنصري والمتعصب إذ أنه يقول الأمريكيين إن أولئك القادمين من المكسيك مغتصبون ومجرمون وتجار مخدرات كنا نعتقد أنه في سنة 2016 سنكون قد تجاوزنا هذا النوع من العنصرية ومن الخوف من الأجانب قد يكون قرار ترامب بالانسحاب من المناظرة سرق الأضواء من الحدث الكبير وأعطاه زخما وإن يكون قليلا لكن محللين يرون أن هذه الخطوة مغامرة قد تعول عليه بالنفع أو الضرر